أدينوسين ثلاثي الفوسفات أدينوسين ثلاثي الفوسفات ATP هو المصدر الأساسي لإنتاج الطاقة في جميع خلايا الجسم والذي يتم تصنيعه في الميتوكوندريا مصنع الطاقة بالخلية والسؤال الآن مما تركب هذا العنصر الهام وكيف تتم عملية تحريره للطاقة تركيب ATP يتكون ATP من قاعدة نيوكليوتايد تتألف من قاعدة نيوتروجينية وهي الأدينين وسكر خماسي الكربون وهو الريبوز هذا بالإضافة إلى سلسلة من ثلاث مجموعات فوسفات مرتبطة مع بعضها وهناك رابطة تساهمية تثبت التفاعل بين الذرات أما عن دورة ATP فتتضمن عمليتين أساسيتين وهما ATP هيدروليسز وتجديد ATP ريجينريشن أولاً إنحلال ATP هيدروليسز وفيها ينكسر جزيء ATP بتفاعل التحلل المائي إلى أدينوسين ثنائي الفوسفات ADP ومجموعة فوسفات وأكون هذا التفاعل مطلقاً للطاقة وهذه الطاقة يتم استغلالها في تشغيل أنشطة الخلية المختلفة ومنها تفاعلات البناء ثانياً تجديد ATP ريجينريشن حيث يمكن إعادة تجديد ATP وذلك بإضافة مجموعة فوسفات إلى أدينوسين ثنائي الفوسفات ADP وهذا التفاعل بحاجة إلى إمداد بالطاقة والتي يجري إطلاقها أثناء عملية التنفس الخلوي والتي تتم من خلال تفاعل الهدم للجزيئات العضوية مثل الجولوكوز ومن هنا يمكن رسم دورة ATP بالشكل الموضح والذي يصف تفاعلين لانحلال والتجديد وإنتاج أو استهلاك الطاقة خلالهما ترجمة نانسي قنقر